تجربة قاسية اوه على فكرة انت حكيتها دي تجربة قاسية تجربة قاسية واحد اه ان احنا ما هجمناش وما فيش النصر الواحد كان بيح لدي ما حصلش حرب ما فيش جندي قابل جندي ما فيش الحاجة التانية الجبروت بتاع العدو يعني في ممر مثلا فوس الحياة والموت الواحد كان عايشها والنبال ما بيدرب ولاقيت طيارة نازلة وبتبيد النبال ما على الدبابة لاقيت كنت عاوز يعني في نفسي بقولي ده انا واحد منكم كنت مسكن بارح وبيجيب له الشاي درغام بيدي له الشاي ايه الافترة ده بس احنا بتحكي على نفسي ما الحرب هي كده الحرب ما فيهاش العدو بتاعك مالوش وجه ايه الشعور كان جواك قلت ايه لنفسك حملت المسئولية لعبد الناصر للحكيم عامر ولا للمشيير لوحده ولا للعبد الناصر لوحده هقول لك الوصف أولا كان فيه زباط كتير قوي من المنسحبين بشيلوا كتافات بتاعتهم مش عارف ليه يعني فتكروا من الطيرة حتشوف الكتافة في عاية الضرب على الزبط أنا سيبت الكتافات بتاعتي فرحان بالنجمة فكان الجنود لما يشوفهم زابط يروح ملومين حواليه وشايفيني ماسك محمود عبدالخالق وشايل البندقية بتاعته هو متشعبط فيه فماشي بيه شايله تقريبا نص الشيلة فكان كلامهم ايه الطيران بتاعنا فينا فندم ده كان السؤال طيراننا فينا فندم طيراننا فينا فندم بس محدش فكر أنا مفكرش انت حملت المسؤولية تخيل بقى ان انا وصلت عبرت القناة وكنت واخد شزايا في رجلي واصطدفتني عائلة من السويس ما الواحد بيتعرف الشعب المصري الجميل يعني انا اول ليلة بيتها في الشارع الرصيف كانت المخدة بتاعتي جم شافوني نايم في الشارع مع واحد لا ما استويسها ناس كويسين اعجبوك استويسها كويسين اعجبوك يا خبرة بيض لقيت شاب اسم معز انت مسويس طبعا اه عشان كده بقى وسيد ابو الغريب طبعا وحيحمينا اه يا عم انت بصورت عند العمارة بتاعت بيتنا في بورت اوفيق ده رضي بصاروخ اسرائيلي ايوه الحب تحت المطل ايوه ايوه يا خبرة بي ايوه صح صح كمل لي يا خبرة بي صح اه اه شاب اسم عز جاء لقيته بيصحيني بيقول لي اه والدي والديتي هون في الفرندة وبيقول له حضراتكم تطلعوا فكان ماها زابط سم مظهر ضفاتي فطلعنا طبعا جاينا مسحبين وبطرابنا وبدمنا طلعونا فوق وشربت احلى خروب في حياتي شاف شاء خروب زي كده دونا نشرب خروب وجابوا لنا فطير فطير درة وبعدين ابو عز جاء لنا اتفضلوا في القوضة دي وجاب لنا افاطين واللي نقلعه الافرولات بتاعتكم عشان الحجة هتغسلها لكم تخيل فقلعنا ودينا للحجة ولقينا قاعدين في القوضة كل واحد على كنب السنبولي نمنع واحنا قاعدين كده قاعدين بصين لبقى من التعب رجعت القاهرة بعد كده وبدأت حرب الاستنزاف شو ليت فيها؟ لا انا هقول بقى حاجة في القاهرة ان انا زرجنت في القاهرة انا رجحت القاهرة اولا حطونا في عربيات اه اولا جينا خدنا القطر عشان نروح الاسماعيلية المهم رحنا اسماعيلية خدنا اوتوبيس من اسماعيلية وقفونا في حتة اسماعيل عباسة جماعة من الاتحاد الاشتراكي بالقفاطين كده وبالخرزانات تلعب في الاوتوبيس قال لقوات مسلحة تنزل من الاوتوبيس انا ما عامش حاجة بس كان فيه تلات اربع زباط معايا ايتهم شدوا الاجزاء وقالوا لهم مش هتنزلهم هنفضيها فيكم طبعا جريهم بتوال الاتحاد الاشتراكي اه تلقى اول ما وصلنا القاهرة لانا اه وقفونا ونزلونا ركبونا اه عربيات زل عشان نروح اه مركز تجميع الخسائر اه قدام سبيرو نطيت انا والزابط زميلي نطينا من العربية وهي ماشية وقفنا تاكسي رحت شققتي كانت قدام دار القضاء العالي اه خدت وش وروح تكلمت والدتي من السنترال في سكندرية قلت له ما انا عايش افتكروا انك انت اموت افتكروا انك انت اموت اه كانوا فاكرين انا ميت خاصة ان حصل بلاغ ما عارفش من مين ان انا اتضربت بالنابالم عشان الله يسمحوا اللي عمل البلاغ ده مهم اظن والدتك كانت بالنسبة لها منهارة لما سمن صوتك ابن عمها كان الله يرحمه مصطفى كمان حلمي اللي هو كان مسك الشورى فهو الوحيد اللي بيسألوه علي عشان كان ساعتها اه وزير التعليم العالي تقريبا صحيح تربية التعليم تربية التعليم ساعت صح فبتسأله والدتي بتسأله فسأل الصليب الاحمر او الهلال الاحمر فكان اسمي مدرك في الخسار اللي هي محروق ابن نابالم يه فطبعا ان انا بكلمهم يوم تسعة قلهم لا انا انا لسا